إنه الله مع فضيلة الشيخ الدكتور موفق كدسة أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء ورحلة تتجدد مع الأسماء الحسنى والصفات العلا إنه الله جل في علاه كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن اسم الله التواب هذا الاسم الذي جاء في كتاب الله في 11 موضعا أو 11 موضعا وتكلمنا عن بعض الأمور التي تتعلق باسم الله التواب وبعض الدروس التي نخرج بها من اسم الله التواب وقلنا أن الله سبحانه وتعالى هو التواب الذي لم يزل يتوب على عباده ويغفر ذنوب المذنبين مهما كانت وأن الله تعالى هو المتفرد بقول توبة التائبين من عباده لا يشركه في ذلك أحد لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله ذلك لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب قبول التوبة قبول الأوبة هي بيد الله سبحانه وتعالى أما عند غيرنا فلا حول ولا قوة إلا بالله ليس بيننا وبين الله أحد في التوبة وفي العودة إلى الله سبحانه وتعالى من الدروس المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أن التوبة واجبة على كل عبد واجبة على كل عبد نعم ولا يصح أن ينفك منها في حال من الأحوال وأفضل الناس أحسنهم قياما بحقها فإذا تخلى عنها العبد صار ظالما لنفسه ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اسمع الآية وتوبوا إلى الله جميعا ما قال أيها العصار أيها المذنبون أيها الناس لا قال أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إذن أمر من الله عز وجل لجميع أهل الإيمان بالتوبة ويقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فالناس رجلان إما تائب وإما ظالم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك ماذا يقول فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أيها الأحبة ماذا فعلنا نحن أيها الأحبة ماذا نقول في اليوم والليلة هل نتوب إلى الله كما كان صلى الله عليه وسلم يتوب ينبغي أن يكون هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في كل شيء لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة مئة مرة يعدون له في المجلس الواحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لما يقول الله عز وجل وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ما جاءت من فراخ وقوله سبحانه وتعالى ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون ما جاءت من فراخ لذلك الإنسان حينما يكون دائما يكثر التوبة والاستغفار التوبة والاستغفار كل ما أحبه الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولذلك على الإنسان دائما رجلا أو امرأة أن يكثروا من الاستغفار والتوبة فهو باب عظيم من أبواب الرحمة باب عظيم من أبواب الفضل من الله سبحانه وتعالى وإلا لما حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة يعلم الأمة الإكثار من التوبة الان بعض الناس تقول يا أخي توب من الله قال يا أخينا ما سويت شيء طب هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى شيء عني مثلا وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لا التوبة تحببك إلى الله تقربك إلى الله قد الإنسان مننا يعمل أعمالا ما ينتبه لها قد يقع فيما حرم الله التوبة حتى لو لم يكن عندك دم إنما هي ترفعك تقربك من الله سبحانه وتعالى وكلنا ذو خطأ ما في إنسان مننا ما يخطي ما في إنسان مننا معصوم أبدا والله ما هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل فقط ولذلك الإنسان ونحن في هذا الشهر المبارك ولحب شهر رمضان شهر التوبة شهر الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة هي ترك الذنب وهي تقوم على أربعة أمور ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط الواحد مننا فيه على نفسه فيه والعزيمة على عدم العودة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها تريد أن تتوب يا رعاك الله تريدين أن تتوب يا أمة الله إذن عليكم أولا اترك الدنب الذي أنت وقعت فيه ثم اندم على تفريطك ووقوعك فيه ثم اعزم على عدم العودة إليه وإن كان هناك حق للآدميين عليك إرجاعه أما إني أنا أقول أنا أبتو في رمضان وبعد رمضان سأرجع إذن أنت ما حققت الشرط الرابع أنت ما عزمت على عدم العودة وهل ذلك يخفى على الله عز وجل؟ والله ما يخفى على الله عز وجل إذن لابد من ترك الدنب ثم الندم على وقوعنا في الدنب ثم أن نعزم على عدم العودة للدم ثم إن كان هناك حق للآخرين أن نعيده لأصحابه هذه هي شروط التوبة التي ينبغي أن نحرص عليها لمن أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أيضا التوبة لا يستغنى عنها أبدا لا يستغنى عن التوبة أحد حتى الأنبياء عليه مصطلاته والسلام لأنها ليست نقصا بل هي من الكمال الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به انتبهوا يا أحبة التوبة ليست نقص بل كمال وإلا ما أحبها الله سبحانه وتعالى يقول شيخ الإسلام بابنتي مية رحمه الله وليست التوبة نقصا بل هي من أفضل الكمالات وهي واجبة على جميع الخلق كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فغاية كل مؤمن هي التوبة ثم التوبة تتنوع كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين إذن التوبة أعيد أو كرر ليست نقصا بل كمال والذي يكثر من التوبة إنما يكثر من الأعمال الصالحة ويكثر من القربات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطايائك ما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من ذنوبي وخطايك ما نقى الثوب الأبيض من الدنس وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم أكثر من سبعين مرة أكثر من مئة مرة رب يغفر لي ويتوب عليه إنك أنت التواب الغفور فإذن أعود فأقول التوبة لا يستغني عنها أحد لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة الأسرة إذن حينما نتوب هو إعلان مننا إلى الله عز وجل بندمنا وبخوفنا وبفقرنا وبانكسارنا وبأننا نعود إليك يا رب ونحن خاضعون ذليلون لما اقترفته أيدينا ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا من الأمور المهمة جدا التلازم بين الاستغفار والتوبة والرحمة والعفو فهو سبحانه جل في علا غافر وغفار وغفور ورحمن ورحيم وتواب وعفو والتائب من الذنب كما لا ذنب له كما جاء في الحديث فين بغي علينا أن نكثر من التوبة والاستغفار أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يتوب علينا أجمعين وأن يغفر لنا أجمعين وأن يرحمنا أجمعين وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا وحقق رجاءنا وأجب دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وأمالنا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين